الحمد لله رب العالمين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الحق أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار وأسأله باسمه الأعظم أن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار وأسأله سبحانه وتعالى وهو سامع الصوت أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أيها الأحبة ودخل شعبان وبسرعة مفرطة ها هو يسير إلى المنتصف وهذا العام أيها الأحباب أجمع كل من شاهد وراقب بأنه أسرع الأعوام على الإطلاق ورمضان الماضي كأنما التصق بهذا الرمضان القادم والأعمار معاشر الأحباب يطوى فيها العمر والبعض منا وقف أمام هذه السرعة مذهولا يصف الليل والنهار أنها قد تسارعت مع أن العبد في هذه الحياة مطالب أن يودع هذا العمر عملا صالحا شاخ كثير من الناس وسكنت أدواء بعض الأبدان ورحل عن عالمنا أناس نتمنى أن يكونوا معنا ولكن الله جل وعلا اصطفاهم ونقلهم إلى العالم الآخر اللهم اجعل قبورهم نور واجعلها ضياء واجعل عيدهم عنده جنات النعيم يا رب العالمين الوقفة الأولى مع شعبان أيها الأحباب شعبان هذا الشهر الذي وصفه الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان نعم ولذلك كان الحبيب يحب أن يكثر الطاعة فيه وكان بعض السلف يسمون شعبان شهر القراء وكثير منهم ينشر مصحفة ويصوم اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام فإن من أحسن في شعبان أحسن رمضان ومن اتق الله في مسيره إلى ركن ركين من أركان الإسلام وأحسن الطاعة في شعبان يصل مطمئن القلب نفسه ساكنة عينه بها خشوع وقلبه قدلان فهنيئا لمن كان في شهر شعبان قائم على طاعة من الطاعات حتى إذا دخل رمضان وكان شعبان بوابته ورمضان أبواب الجنان تفتح مع أول هلاله إن رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ولذلك معاشر الأحبة الحصيف الكيس هو الذي في هذا الشهر يتخفف من كثير من أشغاله نعم حتى تألف نفسه الطاعة يقوم الليل يقرأ القرآن يصوم النهار ما استطاع كانت عائشة تقول رضي الله عنها في شعبان كان يصوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه لا يفطر بل ورد في بعض الأحاديث عن أم سلمة أنه صام رضي الله عنها أنه صام عليه الصلاة والسلام شعبان كله نعم معاشر الأحباب لماذا شعبان شهر ترفع فيه الأعمال فيريد الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يطلع الله عليه وهو متلبس بطاعة هي التي تجعل النفس تخبت والنفس تنيب والقلب يلين والدمع يسيل ويقرب الإنسان من الطاعة لأن الصيام إذا صام العبد إيماناً واحتساباً خاصة في شعبان كان بعيداً عن الرياء يخفي صيامه أما رمضان فليس في صيامه رياء فالجميع قد صام أما شعبان فصيامه مدرسة للإخلاص والبعد من الرياء ولكن هنا وقفة معاشر الأحبة وقفتها في العام الماضي ووقفها كثيرٌ منا مع نفسه لكنه لا زال يصارع هو يصوم هو يصلي هو يتصدق هو يقرأ القرآن لكن مشكلته الكبرى أنه يصوم يصوم صوم البطن عجز أن يصوم صوم القلب ولذلك ما استمتع بالطاعة نعم معاشر الأحباب هناك عباد لم يتلذذوا بعد بالعبودية على أعلى مراتبها هناك عباد ما يفرحون ولا يتلذذون بخلوتهم بالله جل وعلا ولا بمناجاته ولا بتلاوة كتابه ولا بالدعاء ولا بالوقوف بين يديه لأن قلوبهم قد اختطفت قلوبهم قد اختطفت رفع الأعمال من شروطه أن يكون القلب مخموماً أن يكون القلب طاهراً أن يكون القلب سليماً أن يكون القلب خال من الغل ولذلك بعضنا استطاع أن يروض نفسه على العبادة الظاهرية لكن أعمال القلوب بعضها قد رحل وأمراض القلوب بعضها قد سكن ولذلك البعض أحبابي لا يتلذذ بالطاعة شعبان عندما يكون شاهر رفع الأعمال معناها يجب أن تنظر في مضخة رفع عملك في القلب الذي ينظر الله إليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أن تنظر في قلبك عام كامل لربما تلوث لربما دخل الصدر السجناء وأغلقت عليهم أبواب صدرك ولازل تتعن وتزفر وتشعر برحيل لذة الطاعة بسبب هذا القلب الذي أظلم بسبب ما أدخله العبد من حقد ومن شحناء ولذلك في شعبان ينبغي أن تُعمل صيانة عاجلة للقلب لإخراج مرضين وهي كبيرة من كبائر الذنوب وأحدها محبط للأعمال الشرك والشحناء وفي الحديث معاذ رضي الله عنه وهو صحيح بمجموع طرقه صححه الإمام الألباني في الجامع إن الله جل وعلا يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان ولا يصح فيها إلا هذا الحديث ولا يُبتدع فيها صلاة رغائب ولا تُقرأ سورة ياسين ولا يُقام ليلها ولا تُخص بالصيام وحدها لا يصح فيها إلا هذا الحديث وهو النذارة بتفتيش القلوب وبطهارة القلوب إخراج الرياء منها والشرك منها يطلع الله على خلقه فيغفر أي للمؤمنين إلا لمشرك ومشاحن مشرك ولذلك أحبابي بحاجة ونحن سندخل شهر الإخلاص وشهر المراقبة الصوم لي لا بد أن تصل إلى الصيام وقلبك ليس فيه إلا الملك العلام تُخرِج كل عمل أشرك العبد فيه مع ربه أحدا سواه يُخرِج كل عمل صرفه خوف رجاء نذر رياء أي شرك دقاء أو عظم ونحن في زمن كثر من يُروِّج الشرك في القنوات وفي المواقع وفي السرك وفي من يقرأ النجوم والأبراج والكف والكأس وغيرها وهناك أسويرة الطاقات وهي نوع من التمائم والحلف بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك صغيره وكبيره يُرتِّب الإنسان قلبه فيُخرِج كل ما كان ليس لله فإن الله غني يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ويقول الحق جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك وكثير من أسباب رحيل اللذة من القلوب أن القلوب البعض منها ليست خالصة بعضها ملوَّة بلوتة الرياء وحب السمعة والمراءة جميلٌ أن يعاهد الإنسان نفسه فإن الله رحيم الله كريم وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى إلا أنه يُبغِض من راء بل إن الرياء هذا الشرك الخفي الذي خافه عليه الصلاة والسلام البعض لربما خاض فيه بحيلةٍ من حيل الشيطان فانقلب عليه قلبه في مسيرته إلى ربه بعضنا ينقلب عليه في بداية العمل وبعضنا ينقلب في وسط العمل والبعض يستر الله عليه في البداية وفي أوساط العمل لكن ينقلب القلب بعد الختام فيلمح بطاعته ويلمح بصيامه ويلمح بنحول بدنه ويلمح بإكرامه لغيره وثم بعد ذلك بعد أن يخرج عمله ويهتك ستره يقول نسأل الله القبول ونسأل الله الإخلاص إذا كنت تريد القبول والإخلاص فاستر حال طاعتك كما أنت تستطير عند ذنبك نعم يغفر لكل مشرك ومشاحن والشحناء وأيها الأحباب هي الحقد هي البغضاء هي التدابر هي الحسد هي الداء الوبيل الذي إذا نبت في قلب كان صرطانا يحرق العمل والله إن من الخسارة ومن الحرمان ومن أكبر المصائب التي تصيب أي إنسان أن يطلع الرحمن على خلقه سبحانه فيشمل أهل الإيمان برحمته ثم يستثنيك أنت وغيرك ممن سكن في قلبه شرك أو سكن في قلبه شحناء مأساة أيها الأحباب الحديث هذا ضعفه بعض أهل العلم ومن رأى إلى طريق من طرقه فإن كل طريق من طرق الحديث لا تسلم إلا أن من تتبعها علم أنها بمجموع الطرق حديث صحيح ولذلك البعض منا يقيم من نفسه حكماً فلا يحب أن يسمع هذه الأحاديث ولا الحديث عن أن الفساد ذات البين هي الحالقة ولا أن الله يلعن القاطع ولا أنه يقطعه ليتألم لماذا يتألم؟ لأنه ما استطاع أن ينتصر على نفسه شعبان شهر الانتصار على النفوس شعبان يروض العبد فيه نفسه حتى يدخل إلى باب الجنة شعبان هو شهر كالنافلة بين الفريضة فريضة شعبان فريضة رمضان يجعلها خاشعة هادئة جميلة فيها روحانية إذا أحسن العبد في شعبان أرأيتم حال من يأتي للصلاة وقد عفت عينه في طريق مسيره إلى المسجد وأتى خاشعاً ساكناً مبكراً متوضئاً قد أسبغ الوضوء ودخل باليمين وذكر الله ثم صلى ركعتين سواء كانت راتبة أو غير راتبة ثم بعد أن صلى ذكر الله ودع الله أهل تستوي صلاة هذا المبكر الخاشع الذي تقدم للصلاة بنوافل كمن أتى يركض ويسعى حتى أدرك ركعة أو ركعتين لا يستويان كذلك الذي أحسن في شعبان وتقلب في أودية الخير أو في حدائق الذكر والخير وطهر قلبه وداوم على النوافل وأعلاها صيام هذه الأيام ما استطاع منها إن استطاع الأثنين والخميس إن استطاع الشهر كله إلا ما قبله بيوم أو يومين إن استطاع هذا أن يصوم الأيام البيض هل يستوي هو وذاكا الذي لا يعرف من رمضان هلال رمضان إلا أن الليل سيكون نهار والنهار يكون ليل هت أهتف في أذن ذاك العبد المؤمن اللي يصلي معنا الآن الذين خلف باب الذين توفوا هؤلاء أسأل الله أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة أمنيتهم أن لو عادوا لو كان فيهم قاطع أو هاجر أو منابذ لتمنى أن يعود للدنيا ليقبل رأس صاحبه وينسى كل الخلاف معه لأن بعض الموتى اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين بعضهم محبوس تحت الأرض لأن أعماله ما كانت تعرض على رب الأرض والسماوات جل وعلا تعرض الأعمال على الله كل إثنين وخميس الخسارة الفادحة أن تعرض الأعمال ويبقى ذاك المسكين الذي اختطف الشيطان قلبه وكلما قيل له اتق الله لوى عنقه وأعطاك ظهره وولول وزمجر وأقسم بالله أن لا يسلم على فلان أحبابي يوم القيامة لربما لا ينجينا عند ربنا إلا أن عفونا عن خلقه والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله جل وعلا لعباده المؤمنين وهو يناديهم في قصة تجعل كل مشكلة في رأسك تضعها تحت قدميك وكل قطيعة بينك وبين أرحامك تنتهي هذا اليوم عندما قال الله موجها لعباده والخطاب لأبي بكر وللمؤمنين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ها هو موسم الجنة قد أقبل وها هي رياح الخير قد أقبلت وها هي أبواب الجنة تفتح مع أول أيام رمضان فادخلوها بالعفو عن عباده عسى أن يعفو المنان جل وعلا اللهم حرم الحاضرين عن النار واغفر لموتانا وعاف مبتلانا وشاف مرضانا واجعل أخرانا خيرا من دنيانا واختم بالسعادة آجالنا وبلغنا رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة